عايزة أقف بس مع نقطتين في غاية الأهمية عشان حالة الفوضى والسيولة اللي احنا عايشينها من حق طبعاً والسوشال ميديا سمحت بدا ودت لكل واحد الحق في أنه هو يعبر عن رأيه أو يقول وجهة نظر لكن في النهاية تبقى أراء الجماهير طبعاً كلها محل احترام وتقدير لكن ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بكيفية أو قلية صنع القرار وخصوصاً لما بكون بتكلم على مؤسسة وكيان أقلعة رياضية بحجم النادي الأهل ده نمرة واحدة نمرة اتنين إذا كان الخطأ ده ممكن يقع في بعض الناس إذا كان الخطأ ده ممكن يقع في بعض الناس على صفحات السوشال ميديا الصفحات المرتبطة بالأهل أو اللي جمهور الأهل مرتبط بهم على أساس أنها صفحات أهلوية أو ممكن يقع في بعض اليوتيوبرز في النهاية أنت لا تملك الحساب أنت في ساحة من ساحات الفوضى كل منهب ودب بيدلي بدلوا في أي موضوع سياسة كان اقتصاد ماشي رياضة ما يمنعش وحتى الفن كمان بقت الناس كلها بتتكلفين كل حد بيكلم في أي حاجة فعلى السوشال ميديا مش ممكن تحكم ده لكن على وسائل الإعلام التقليدية الجهات المسؤولة عنها والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الفوضى دي مفترض ما يكونش مسموح بيها يعني هنا احنا نملك تماما حق الحساب في سواب وفي أعقاب وفي آلية لمعاقبة كل من يخرج على النص والقصة برضو مش متعلقة بس بفكرة الأراء ووجهات النظر أنا أختصر عشان ما أخدش من نقطة الحلقة كتير القصة مش متعلقة بس بالأراء ووجهات النظر عمرنا هنا وحضراتكم واللي بيتابعوني يعني جمهور السادسة وأعتقد أنه كلام ده زي ما بينطبق على السادسة بينطبق على كل برامة قناة النادي الأهلي ما هتلاقي حد بيكلمك عن مين لازم يعمل إيه وما يعملش إيه والإدارة في الأندية المختلفة وخصوصا الأندية المنافسة مفترض تتحرك إزاي ومفترض ما تتحركش إزاي ولا طرحنا أسئلة أنا عمري ما سألت مثلا هو مثلا يعني صفقة سامسون اللعب المحترف الأجنبي في نادي الزمالك جات بكام وجات لي ولا طلبت من إدارة النادي الزمالك مثلا أنا أقول لها ما ينفعش تتعقد مع سامسون أو ما ينفعش تتعقد مع زاكريا الوردي وتمشي على طول ولا سألت إدارة بيرامدز أنتوا بتصيروا في الفلس دي كلها ليه ولا الصفقات دي بتجيبوا فلوسها منين ولا إيه العائد والمردود من وراء كل حجم الإنفاق الكبير جدا وأنا قلت بكده أنه أنا أتمنى أن تجربة بيرامدز في مصر تتكرر يا رب عشر مرات يعني نتمنى أنه يبقى فيه عشر أندية زي بيرامدز يعني فيه حركة استثمار لو يعني هتقول عليها استثمار رياضي أتمنى أن يبقى فيه ثلاثة أربعة خمس أندية عندهم القدرة الشرائية ليبقى تبعدتها بيها مثلا نادي زي نادي بيرامدز لكن في النهاية إيه المردود إيه المردود الفني أو إيه المردود المالي عمرنا ما سألنا حاجة زي كده فيه فرق كبير جدا بين صناعة القرار يعني لما يتكلم مثلا على قرار متعلق بمهاجم صفقة الأهل الجديد أو المهاجم لأهل الجديد مين يملك حق اتخاذ القرار هو شخص واحد لغير هو شخص واحد لغير اسمه مارسل كولر هو الأضرى بمصلحة الفريق وهو اللي بيتحمل مسؤولية هذا القرار وهو اللي يحاسب على الفاتورة في نهاية الموسم قدام الإدارة أولا وقدام الجماهير سنان نيجي معا مسألة التقييم على أي أساس حضرتك بتقيم اسم أو صفقة محتملة للنادي الأهلي وتقول تنفع أو لا ما تنفعش يتدفع فيها أو لا ما يتدفعش فيها ولو يتدفع فيها يدفع كام مين اداك الحق أنك أنت تتكلم في هذا مين اداك الحق أنك أنت تتهم إدارة النادي الأهلي أو المسؤولية أو الجهاز الفني للنادي الأهلي بسوق التصرف في ملف الصفقات على سبيل المثال مين اداك الحق ده مين اداك الحق أنك تحاسب إدارة النادي الأهلي أو تحاسب مارسل كولر وعلى أي أساس قيمة صفقة أو اسم ما زال محتمل وحضرتك لسه ما شفتوش الموضوع الحقيقة بقى بيتكرر مع النادي الأهلي والأهلي بس يعني ما بشوفش ده بيحصل وما شوفش هذا الكم الكبير من الاهتمام وهذا الكم الكبير جدا من الأسئلة بتطرح في موضوعات فادحة يعني أشد فادحة حانا بيكلم على صفقة لم تتم صفقة لم تحدث ممكن آه وممكن لا لكن لما بيتعرض الأمر اللي عندها تانية لا أرى لا أسمع لا أتكلم أنا في جميع الأحوال إذا كان يعني هكلم جمهور نادي الأهلي بس أرجوكم أرجوكم كل لعبة النادي الأهلي سواء اتفقتوا أو اختلفتوا عليها سواء شايفين أنهم عمدة أساسية ومفاتيح لعب مهمة جدا أو شايفين أنهم ممكن يكون ليهم دور مكمل سواء صفقة جديدة أو سواء صفقة جاية من أعارة أو سواء لعيب مكمل معنا من الموسم الأخيرة الموسم ده مش محتاج من جماهير النادي الأهلي لغير كل الدعم الدعم لمارسل كولر أولا الحقيقة ما خزناش وأعتقد أنه من سنين طويلة وتقدر تقول من أيام منويل جوزي يعني من أيام منويل جوزي ما شفتش مدرب عليه اتفاق من جماهير النادي الأهلي بما فيهم رينيفايلر وبما فيهم بيتسو موسيماني يعني أنا بكلمكم على اتنين من العتاولة اللي جم مش هرسلك بقى أسماء سيفيهات جاريدو ومارتينيول وأسماء فطاحل يعني جت اشتغلت في النادي الأهلي ما فيش اسم عليه اتفاق وما فيش اسم حيز على ثقة جماهير النادي الأهلي زي مارسل كولر تقريباً يعني ده وجد نظري من أيام منويل جوزي فأرجوكم ما تركزوش غير مع فرقتكم